اشتركوا في القناة المدنين والاسكريين وتندرجت زيارة في اطار الالاقات بين الجاد والنيجر والتقويتها اضافة الى منقص المواضي والملفات والقضايا الراهنة بين البلدين والتي تعيشها القرى الافريقية وبعد المصافة ومراسم الاستقبال توجه فخامة رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو ونظره محمد يوسفو الاصلات كبار الضيوف بمطار حسن جاموس الدولي هستباه ساء الزئيمان القضايا المتألق بالامن والسلم في القرى الافريقية الرئيس النيجري اشاد بالدور الكبير الذي تلأبه تشايد في المنطقة ومحارباتها للارهاب وسائها في بط السلام والتحقيق الاستقرار في بعض الدول المجاورة وغيرها فخامة رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو اكد من جانبه مدى متانت وتأزي الالاقات الازلية التي تربط بين الدولتين والشعب النيجري والتشادي من ثم وبعد المشاورات الناجهة وودع فخامة رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو نظره محمد يوسفو ولوفد المرافق له في طريقهم الى نيامي اصمة جمهورية النيجر جاء وفد مجموعة الديفال الفرنسية بقيادة الرئيس المدير العام للمجموعة اريك ديفال لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو المقابلة التناولت دور الشركاء المتمثل في تنفيذ المشاريع الكبرى والتي تعتبر الفريدة من نوعها في هذا المجال الرئيس المدير العام للمجموعة اريك ديفال قال ان مجموعته هي الان الزعيم في فرنسا المقابلة التي حضرها الامين العام برئاسة الجمهورية ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية وامين الدولة في التخطيط التنموي اكد فيها مسؤول المجموعة بانهم يعملون في المجالات العقارية وتطويرها وادارة المشاريع المساعدة والمشاريع المفوضة وادارة الاصول وادارة الاستثمار والتراثي والتجارة فخامة رئيس الجمهورية ادريس دي بيتنو اكد بان البلاد فتحت المجال على جميع المستثمرين بهدف النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنشط مجموعة ديفال في دول غرب افريقيا الناتقة بالفرنسية كالتوغو وساحل العاج وبعض من افريقيا المركزية خاصة في مجال العقارات والحفر وعمليات التجميع وشراكات بين القطاعين الخاص والعام كما تشارك المجموعة في المسائل الانسانية من خلال الاعمال الخيرية في مجال التعليم والصحة وخفة الحركات والابداع لتطوير المشاريع والرؤى والتراث يندرج انعقاد هذا الاجتماع الثالث دعما لجهود الحكومة في مجال تطوير الثروة الحيوانية تخلل الحفل العديد من الكلمات ولها مداخلة منسق المشروع الاقليمي لدعم الرعي في الساحل الذي اكد ان الحكومة تولي اهتماما بالغا للثروة الحيوانية ولذلك خصصت هذا العام اربعة ملايين مصل لتتعيم المواشي المنظمة العالمية للصحة اللي هي القوي والإفاو ركزوا بدراسات يعني يصدر منها يعني تقارير لكل بلد فكل البلاد ان شاء الله اجتموا في هذه الايام حتى يدرسوا التقارير ويصدروا استراتيجية شاملة على اساس كيف ان شاء الله يعني مسألة الاوباب وما ينخص الاغنم والابقار ان شاء الله سيكون الحزم من اراضي الساحل من ثم قدم المنسق الاقليمي لقطاع الصحة الحيوانية عمر الفاروق كلمة سرد خلالها الانجازات التي حققتها الدول في مجال صحة الثروة الحيوانية عقب ذلك قدم ممثل البنك العالمي لدى المشروع كريسيان بيرجي كلمة اشاد خلالها بدور الحكومات واكد ان البنك سيرافق الحكومات في تنفيذ مشاريعها الانمائية اخيرا قدم وزير الثروة الحيوانية كلمة افتتح بها الاجتماع مشيرا الى ان هذا الاجتماع يجيء في اطار التخطيط والتنسيق من اجل الصحة الحيوانية من الرئيس الجمهورية سيد ادريس دبي اتنوح يقود سياسة حكيمة لدعم الاقتصاد الوطني ويهتم كثيرا بوطء الرعاة من السكان وخير دليل على هذا الاختيار احدته الحالية لتنمية العالم الريفي من خلال اربع اهداف اساسية واحد الاستقلال الغذائي التام للبلاد تحسين مستوى الحياة لسكان الريف تحديث الزراعة والثروة الحيوانية من اجل تنمية مستديمة للتذكير فان دول الساحل تضم كل من دولة بوركينفاسو ومالي وموريتانيا والناجر وسنانغال وشاد بدعت نشاطات وفد الامم المتحدة الذي يتكون من خبيرات في مجال حقوق المرأة بلقاء وزير العدل حامل اختام المكلب بالحقوق الانسان البروفيسير احمد محمد حسن وذلك للتباحث حول الجهود التي بزلتها الهكومة الشادية لمكافهة تحميش المرأة من الحصول على حقوقها القانونية بالاضافة الى تبادل وشعة النظر حول العنف الممارس ضد المرأة وقد اشهد الوزير بحذه الزيارة واكد بان الحكومة وقعد على العديد من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الانسان وخاصة المرأة وهناك مشاريع على طاولة البرلمان للمصادقة عليها لهماية حقوق المرأة ومكافحة الزواج المبكرة جمهورية شاد فاتها وكل الجمهورية الوطنية كلها نناقش معها يوميا ومشكلة حرية المرأة وهذا مهتفز في دولة شاد لكن كنفلوك إذا كان في نقص نقص هذا من التخليط والعداد تغييرها يكون إلا بالدرجات يغييرها يكون درجات لأنه فيه أفكار أو فيه أعمال صيئة ما معروفة قاملة الدين ذاتها الناس ما أعرفيننا أما رئيسة الوفدة ألدى فاسيو فقد أوضهت أن هذه الزيارة تحدث إلى تعزيز جهود الهكومة الشادية للارتقاء بهقوق المرأة وتحسين حياتها كما التقى وفد الأمم المتحدة مع وزيرة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني كاد إليزابيت حيث نقش خلالها مسائل حول البرامج الخطة الكفيلة لرفاحية المرأة وتقدمها كما أضافت وزيرة المرأة وحماية الطفل والتضامن الوطني كاد إليزابيت بأن شاد ليست كشاد السابقة حيث قامت الحكومة بالعديد من الجهود في مجال رفاحية المرأة وسيانة حقوقها مؤكدة بأن الحكومة اتخذت إجراعات في حدي ذاتها تحمي المرأة والطفل وتحسين حياتها طالبة من الوفد تقديم الدعم اللازم كي نعمل سويا لتقيق الأهداف المنشودة حسب ما رسمته وزارة المرأة في حز اليوم أنا مباكر ندور كل جن كان قائلا في نيامنا كان قائلا في الحل لحقه برره خالي بغوم وقفوا بإستعمال الوزن wires وإنها في المساعدة وقمت بإستعمال الناس وأن ربما يترجم فعله ومن يترجم للناس ومن يترجم للناس ومن يترجم للناس ويقوموا بإستعمال رجالي ون يترجم ون تجمع مصدر ترجمة نانسي قنقر بهدف تدريب الشباب حول مخاطر التطرف وكيفية التصدي له وتوعية قادة المجتمع المدني ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمم المتحدة في دول المجموعة الساحل الخمس جانع قد الورشة الوطنية لاعتماد الخطة الوطنية لمحاربة التطرف والأنف والتي شملت برلمانيين وقادة مجتمع مدني وتنظيمات شبابية لتناقش الخطة الوطنية عبر ورش متعددة يتم الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بشاد السيدة كارول فلور قالت إن الورشة هي امتداد لعدد من الورش التي تم تنظيمها لدعم الاستراتيجية الوطنية لمحاربة المجموعات المتطرفة وبسط الأمن كي يسود القانون وحقوق الإنسان وتحقيق السلام لدى الشعوب والأفراد والدحل الأيدولوجيات المتطرفة والمفاهيم الخاطئة ممثل وزير الاقتصاد والتقطيط التنموي أبو بكر آدم إبراهيم قال إن ظاهرة العنف والتطرف ضربت دول عدة لذا أصبح لزاماً على الجميع محاربةه بكل الوسائل الممكنة وتدمير الأيدولوجيات وتدريب الشباب والمجتمع من هذه الآفة وهذه الاستراتيجية تسمح لشاد التي تعد القائد الإقليمي لمحاربة التطرف وضمان الأمن والسلام للأمة الشادية وتطبيق القطة الوطنية لسلامة الحدود معرباً عن دعم البرنامج المتواصل للخطة الوطنية من أجل تأهيل ورفع كفاعات المعلمين الدارسين باللغة العربية في تشاد والكاميرون وتوجيحهم في العديد من المجالات خاصة في مجال تطوير الإشراف التربوي جاء تنظيم هذه الورشة لصالح هؤلاء المعلمين الناطقين باللغة العربية في كلمة شيب هذه المناسبة المدير الإقليمي للإستسكو في تشاد الدكتور علي محمد قمر أكد بأن أهمية الجودة والإشراف التربوي تتطلب بذل الجهود من أجل نوعية وجودة التعليم في البلاد الجودة في قضاء المنهاج الدراسي والجودة في برامج إعداد المعلمين وتدريبهم في الكليات والمعاهد التربية العليا والجودة في التخطيط التعليمي وإدراج مفاهيم الجودة في المواد الدراسية المختلفة في التعليم النظامي قبل الجامع أما المفتش العام المكلف بالتقويم والجودة بوزارة التربية الوطنية حبيب عمر عبد العزيز هنأ مركز الأسيسكو على الجهود التي تقوم بها في تطوير القطاع التعليمي في البلاد مثنيا في حديثه بأن مثل هذه الدورة ستعمل على تأحيل قدرات المعلمين حسب ما رسمته وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة إن هذه الدورة التدريبية هي السادسة من نوعها في مجال تدريب المعلمين في الإشراف التربوي وأن ما تميز به هذه الدورة مشاركة البروفوسير الجيلي عمر البشير أحمد بتعطيرها كخبير خارجي من أجل مكافحة تهريب المخدرات ومحاربة الجماعات المتطرفة كجماعة بوكو حرام الإرهابية قامت هذه اللجنة الأمنية المكونة من قبل الإدارة العامة للشرطة الوطنية بمراغبة بعض من المناطق التي توجد بها تلك الآفات المذكورة آنفا والتي تضر بصحة المواطنين وتفكيك المجتمعات وتخريب البلدان كجماعة التضرف والتخدير كما أن هذه اللجنة الأمنية مكونة من مختلف الوحدات العسكرية كقوات الدرك الوطني وقوات الجيش الوطني وقوات الشرطة المكافحة الشعب بالإضافة إلى رجال الجمارك العملية استمرت في كل من إقليم البطحاء وأبشابي والداي وكانيم ومايوكيبي وشاريبا قرمي والبحيرة بهذا حيث قبضت اللجنة الكثير مما قصدته من عملية دورية بمختلف تلك الأقاليم فهذه الممنوعات التي تتمثل في الحبوب والسجائر والحشيش والخمر الغير طبيعية كما أسرت هذه القوة سلاسة من جماعة بوكو حرام المتطرفة بالمناطق التي تحد شاد بن نيجر يمتلك أحدهم ختم لتزوير وسائق الدولة كشهادة الميلاد وبعض من الأوراق التي تتيح فرصة الدخول للمجرمين إلى شاد وأيضا العديد من أنواع الأسلحة النارية وفيما يتعلق بأهمية هذه اللجنة حيث تحدث الناتق الرسمي باسم الشرطة الوطنية وأضاف في يوم كامسة القادمودة قدروا لغيو 18 سليات والأرم مش لنادول الفرنسي ومائتين وثلاثة وسبعين منيسيون ومكاترات داك بان أداة داك بان ما نعرفه لكن الكتار قربو وقربو 24 جماعت مجرمين ويشار إلى أن هذه اللجنة الأمنية بدأت أعمالها في 28 من نوفمبر المنصر وحتى الثالث من ديسمبر الحالي احتفلت زاوية البر للشيق حسن محمد القدم بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك بحي أنجار كواس بالدائرة الثامنة وقد شهدت المناسبة جملة من المدائها النبوية تلخص صيرة وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم حبيب حبيب الله حبيب رسول الله هلال الربي في إجاع محمد فتمننا البشرى وأمن واله وبهذه المناسبة قدم شيق الزاوية كلمة رحب فيها بالهضور وقال إن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مجرى التاريخ وحقق العدل والرحمة في المجتمع الذي آن الزلم والاستبداد وشتى العمراض الخلقية ردحا من الزمان إننا نحتفل اليوم بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد يوم 12 ربيع الأول سنة 571 عام الفيل والذي هو إظهار وشكر لنعمة الله تبارك وتعالى علينا قال الله سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من لم يذكر الناس لا يذكر رب الناس كما شكر كل من الإمام جدة عبد الرحمن والشيق سيد صالح مؤسس زاوية البر الشيق حسن محمد القدم وتلامزته على إقامة هذا الاحتفال وتجدر الإشارة إلى أن زاوية البر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف منذ تأسيسها في العام 1993 ميلادية لتوحيد الرؤى ولم شملي عدباء الديانة المسيحية والقساوسة ورجال الفرق الإنشاد المسيحي جاء هذا الاجتماع الذي جمع بين رجال الفرق الإنشاد المسيحي وعدباء الكنيسة الإنجلية رقم 12 بحيدنبي بالدائرة السادسة بحذف توعية عدباء الكنائس وتسليد الضو على بعد الخلافة التي حدست بين القساوسة فيما بينهما وذلك لتجاوزها ولرسم الأمل بين الجميع والتعايش السلمي والمحبة الصادقة بين جميع الفعات المختلفة لعدباء الكنيسة بغد النظر عن الفرقات والقبليات والجحويات هذا ما أكده منسق فرق الإنشاد المسيحي بودي الأوزي أثناء مداخلته مضيفا إلى أن الدين المسيحي يدعو إلى الوحدة والعيش بسلامة بين جميع عدبائه ولتختتم المناسبة بالتقوس والترانيم الإنجلية لجلب السلام والعمن في ربوء البلد ترجمة نانسي قنقر